على بعد 40 كم من ولاية سقهراص تقع مدينة خميسة الأثرية التي بنيت تحت اسم تيبرسيكوم نوميدارام وهي من أهم المدن النوميدية التي عرفت أوج الحضارة أنذاك في شمال إفريقيا تيبرسيكوم نوميدارام أو خميسة تقع في أغاست هذه المدينة الأثرية والحضارية تعتبر مدينة نوميدية بنتياز حيث أنها سكن فيها الإنسان القديم الجزائري الذي نحن نلحادي منه إلا أنها تعرضت إلى الاحتلال الروماني ولقيت مقاومة شديدة من طرف أهاليها خاصة في فرقة الدوناتيين ومن بين الذين حاربوا الاستعمار الروماني في هذه المنطقة القائد الفرق أكبر ناس ما بين السنة 17 إلى 24 ميلادي وحاربها على أسوارها وأضاقها المر في كفاحه والكفاح الشعب النومي في هذه المنطقة الذين رفضوا العبودية والاستقلال من طرف الحركة الرومانية أو سيست الرومانة التي كانت رومانة تريد بسها إلا أن القوة العسكرية كانت سباقة لذلك مما أدى إلى هزيمة هذه المنطقة وسقوطها وأصبحت إيالة أو ولاية تابعة إلى القاعدة الرومانية في روما ثم أصبحت مدينة عسكرية من أجل التدريب العسكري والروماني لدرجة أن السكان أصبحوا مساهمين في ذلك وأنخرطوا في جيش روماني خلالها معالم رائعة يمكنكم زيارتها بالموقع كالمصرح الروماني الذي بني في القرن الثاني ميلادي يتاسع لثلاثة آلاف مشاهدي فتخير رومان في عز ازدهارها وهي تحتفل أن نوميدا رومتر بيسيكوم أو خليسة تشتهر بمسرحيها الشاس جاء على قاعدة ثلاثية قاعدته في جنوب ورأسه في التجه نحو الشمال هذه المنطقة معروفة بكثرة مجريها المائية والأودية وعلى رأسها باقرادا أو بما يعرف فيما بعد باسم ماجرانا ضف إلى ذلك أن هذا المسرح كانت تعرض فيه المسرحيات الرومانية بمساعدة الأهالي من أجل الترفيه على الجيش الروماني الذي كان متواجد هنا لأنها كانت منطقة عسكرية رومانية أما مدينة الاستقرار والراحة والاستجام هي كانت مدينة مادور من منطقة مادور عفوا خليسة يذهبون إلى مادور ويستقرون هناك حيث أن المسرح الروماني من ناحية تاريخية لن يثبت فيه نهائيا أنه وقعت فيه مصارعة أو جريمة قتل تحت إشراف القيادة الرومانية العسكرية حين هذه مدينة كانت تبث فيه إلا المسارح سواء كانت مصارح رومانسية أو مصارح موسيقية خاصة بعدما اشتهرت فيها الموسيقى كافيما ما هو موجود بخمسة الأثرية هو سبعنا من المئة والباقي ما يزال دفين المدينة الرومانية التي استطاع ملوكها وبإمكانات قليلة أغلبها من الحجر أن يؤسس حاضرة لم يطمس معالمها الزمان تشتهر بمسابحها على غير المسرح الرومانية لماذا؟ لأن المسابح هم الثنين هذه المسابح بنيت على مجاري مائية دائمة الجريان فيها الأسماك ليست جعلت من أجل السباحة بل من أجل الترفيه على الجيش الذي كان متوجد في هذه المنطقة وكذلك الأسر الرومانية لأننا حينما نصعد فوق الربوة مدينة خليصة نجد هناك المدينة حيث لوكاردو وكذلك قصر الحكومي أو يسمى بلوكابيطول بالإضافة إلى البازيليك ومنه فنفهم أنها كانت مدينة شاملة مدينة عسكرية اقتصادية وأهم اقتصاد كيف يشتهر به هو زراعة الزيتون وجليه في هذه المنطقة والثمار والغلات وكذلك وجود الأودية والماء جعلها منطقة الخصبة جاذبة إلى الاستقرار السكاني وعلى رأسهم للجحاف الروماني فخميسة جزء من منطقة سبارس فهي مجلبة للسياحة علينا أن نهتم بها حتى نجعلها قطبا سياحيا لماذا؟ لأن كل مواصفة سياحة قائمة فيها تحتاج إلى تثمين وإثراء والتعريف بها أكثر فأكثر وهذا دعوة سواء إلى المسؤولين أو إلى الشباب الذي يريد أن يستثمر في هذا المجال فهو مجال خصب سوق هراس الحضارة سوق هراس التي ذاعة سيتها منذ فجر التاريخ عرفت بمدينة الكنز أي طاقست وعرفت بمدينة الأسود ويكفي أن السكان هو أسودا قارعوا الاستعمار الفرنسي وحاربوه وطرد من الجزائر